موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 1 اليونت الثالث الدرس الأول سبورتس اي لايك الرياضات التي أحبها موجودة بصفحة 38 من كتاب الطالب وصفحة 36 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الاسترطاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 38 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة سبورتس اي لايك الرياضات التي أحبها لك لسن عن ساي انظر استمع وقل منطيني مجموعة من الصور اللي تدلي على رياضات معينة وطلب من عندي اني انظر لهذه الصور بعدها استمل المقطع الصوتي واردد بعد المقطع الصوتي الرياضات مثل ما هو ينطقها فنح نسمع المقطع الصوتي ونحل الفراغات على اساس المقطع الصوتي كل فراغ من ذلك الفراغات اكتب بي اسم الرياضة المناسبة له وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط خلين نسمع المقطع الصوتي هو الشيء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة 9 10 3 إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وحلينا الفراغات على أساس المقطع الصوتي بقعدنا شن المطلوب حفظه من هذا الصفحة أو من هذا النشاط أولا يجب حفظ إملاء الرياضات هذه الرياضات جدا ضروري أن أحفظ إملاءها ليش لأننا ممكن أن تجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة مثل ما رح نجي نوضح بالتمارين تجينا بسؤال الإملاء أول شي لازم أحفظ إملاء الرياضات هذا أول شي ثاني شي معانيها مثلا نمبر وان أولا باسكتبول كرة السلة سويمينغ السباحة فوتبول كرة القدم سايكلينغ رياضة الدراجات دراجات الهوائية رونينغ الركض كاراتي رياضة الكاراتي تنس نعرفها كذلك رياضة التنس جيمناستيك الرياضة البدنية بوكسنغ اللي هي الملاكمة وروينغ التجديف بالقارب بعد ما عرفنا أنه لازم نحفظ رياضات إملاء ومعاني ننتقل إلى ملاحظات قواعدية جدا مهمة تفيدنا بسؤال القواعد أولا شو تسأل عن الرياضة المفضلة لشخص معين اذا اريد اسأل عن الرياضة المفضلة لشخص معين اقوله what is your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة means favorite مفضل سبورت رياضة ما هي رياضتك المفضلة هذا السؤال نحفظه اشون اجاوب شخص اسألني قل لي what is your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة شون اجاوب على هذا السؤال اذا اريد اجاوب على هذا السؤال استخدم احد هذي الصيغ اولا I like I like معناها انا احب I like زاد اسم الرياضة مثلا اقول له I like football انا احب كرة القدم I like swimming انا احب السباحة الى اخره قدرت اجاوبه على السؤال what is your favorite sport ما هي رياضة تكون مفضلة I don't like هذي اذا اريد اعبر عن الرياضة اللي ما احبها فاقول له I don't like انا لا احب don't هنا انا مختصر ما do زاد not don't don't like معناها لا احب زاد اسم الرياضة مثلا I don't like cycling انا لا احب رياضة الدراجات الهوائية او I don't like gymnastics انا لا احب الرياضة البدنية الطريقة الثالثة اللي هي my favorite sport is زاد اسم الرياضة هذا اكثر جواب ملائم للسؤال what is your favorite sport ما هي رياضة تكون مفضلة my favorite sport is رياضة المفضلة هي زاد اسم الرياضة مثلا باسكتبول كرة السلة my favorite sport is basketball رياضة المفضلة هي كرة السلة او my favorite sport is running رياضة المفضلة هي الركض زين شن اللي همنا بالسؤال والجواب عن الرياضة المفضلة لشخص معين من الممكن نتجيني بالامتحان باحد الصيغة التالية مثلا نجيب ليها على شكل A حقل A وحقل B حقل A بمجموعة اسئلة مثلا what's your name ما اسمك where are you from من اين انت what's your favorite sport ما هي رياضة تكون مفضلة الى اخره وحقل B بمجموعة من الاجوبة المناسبة لهذه الاسئلة لكن بشكل مباثر مثلا ماي نيم اسطاها I am from Iraq and my favorite sport is basketball يقول لك وصل لي السؤال بالجواب المناسب فلازم اعرف انه what is your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة يكون جوابها مثلا اما I like or my favorite sport is زاد اسم الرياضة فهنا لازم نعرف السؤال والجواب عمود اقدر اوصل السؤال بالاجابة المناسبة له لنحن نعرف مسبقا what's your name اللي هو ما اسمك جوابه my name is مثلا طاها انا اسمي طاها و where are you from من اين انت اعرف جوابها I am from Iraq انا من العراق بقى عندنا السؤال الجديد لستتعلمنا what's your favorite sport ما هي رياضتك المفضلة الاجابة مالت اما I like زاد اسم الرياضة او my favorite sport زاد اسم الرياضة هذا ما يخص النشاط الاول لازم نحفظ املاء الرياضات ومعانيها لان من الممكن تجينا البتحانة شكل حروف ناقصة وحروف مباثرة مثل ما رح نجي نوضح بالتمارين وكذلك السؤال والاجابة عن الرياضة المفضلة لشخص معين ننتقل الى النشاط الثاني باسهر الصفحة write about yourself اكتب عن نفسك tell your partner اخبر زميلك three sports i like are الرياضات الثلاثة التي احبها هي فراغ فراغ and فراغ اهنان الطالب يختار ثلاث رياضات يحبها ويعبر عنها بداخل الصف يقول لك write about yourself اكتب عن نفسك اذا هذا نشاط يعتمد على رأي التلميذ بالرياضات اللي يحبها فمثلا يكتب التلميذ ثلاث رياضات يحبها مثلا يقول three sports i like are الرياضات الثلاثة التي احبها هي مثلا فوتبول كرة القدم running الركض and swimming والسباحة يختار ثلاث رياضات يحبها ويكتبهن بذن ثلاث فراغات number two ثانيا three sports i don't like are الرياضات الثلاثة التي لا احبها هي كذلك يختار ثلاث رياضات ما يحبها ويكتبهن مثلا يقول جيمناستيك الرياضة البدنية وتنس رياضة التنس و rowing رياضة التجذيف على القارب كذلك يختار ثلاث رياضات ما يحبها يعتمد على الرأي التلميذ ويكتبهن بالفراغات الموجودة بأسفل الصفحة أما بأسفل الصفحة فعبارة عن نشاط صفي محادثة بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول يعبر عن الرياضة اللي يحبها مثلا يقول I like tennis أنا أحب التنس التلميذ الآخر يريد عليها مثلا إذا ما أفق الرأي يقول I like tennis too أنا أحب التنس too معناها أيضا but لكن I don't like boxing أنا لا أحب الملاكمة مجرد نشاط صفي من تطوير مهارة التحدث يعبر الطالب من خلالها عن الرياضات اللي يحبها والرياضات اللي ما يحبها مثل ما وضحنا الملاحظات اللي شرحناها قبل دقيقة ننتقل إلى الصفحة الثانية من كتاب الطالب listen and number the pictures in order استمع ورقم الصور بالترتيب هنا عبارة عن مقطع صوتي هذا المقطع الصوتي يعدد هذه الرياضات بشكل متسلسل حسب تسلسل المقطع الصوتي لازم أرقم هذه الرياضات شون يعني يعني مثلا إذا قال they play tennis يلعبون التنس بالبداية أخليها رقم واحد she plays karate تلعب karate قالها بالتسلسل الثاني أكتب عليه اثنين إذن نتبع المقطع الصوتي بوضع هذه الصور بالترتيب حسب المقطع الصوتي إذن نستمع المقطع الصوتي ونرقم الصور على أساس المقطع الصوتي بعدها نعرف شنو مطلوب حفظه من هذا الصور track 38 unit 3 lesson 1 listen and number the pictures in order 1 she does karate 2 they go running 3 He goes cycling They do boxing They play tennis She goes swimming Seven He plays basketball Eight He does gymnastics Nine He goes rowing Ten They play football إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورتبنا الصور بالترتيب حسب المقطع الصوتي بعدها مكتوب أسفل الصفحة Listen and write the verbs and the boxes استمع واكتب الأفعال بالصناديق أسفل الصور كل رياضة من ذن الرياضات نستخدم وياها فعل معين الأفعال الثلاثة اللي نستخدم هنا ويا ذن الرياضات ننتبه هاي ملاحظة جدا مهمة هي الـ go يذهب وplay يلعب وdo يفعل كل رياضة من ذن الرياضات استخدم وياها فعل معين من ذن الى ثلاثة أفعال فهنانا يقول لك listen استمع استمع المقطع الصوتي and write the verbs اكتب الأفعال اللي تناسب كل رياضة معينة in the boxes بالحقول بالصناديق أسفل الصور لذلك رح نسمع المقطع الصوتي ونكتب كل رياضة شين ناسبها يا فعل وبعدها نعرف شين مطلوب حفظه من هذا النشاط خلن نسمع المقطع الصوتي track 39 unit 3 lesson 1 listen and write the verbs in the boxes one do karate two go running three go cycling four do boxing five play tennis six go swimming seven play basketball eight eight do gymnastics nine go rowing ten play football اذا بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وعرفنا ان كل رياضة يناسبها فعل معين خلنجي نقرأ الأفعال ورياضات المناسبة لها number one اولا do karate يفعل الكراتية number two ثانيا go running يذهبون للركض number three ثالثا go cycling يذهب لرياضة ركوب الدراجة number four رابعا do boxing يفعل الملاكمة number five play tennis يلعب رياضة تنس number six سادسا go swimming يذهب للسباحة number seven play basketball يلعب كرة السلة number eight ثامنا do gymnastics يفعل الرياضات البدنية number nine go rowing يذهب للتجديف number ten عشرا play football يلعب رياضة كرة القدم شل المطلوب حفظه من هذا النشاط هنا ضروري جدا اني احفظ كل رياضة والفعل المناسب لها ليش لان من الممكن نتجيني بالامتحان على شكل حق A و B مجموعة من الافعال و مجموعة من الرياضات وصل الفعل بالرياضة المناسبة لها و ان شاء الله بالدرس القادم رح ناخذ هذا الموضوع اللي هو كل رياضة والفعل المناسب لها بشكل مفصل اكثر حاليا نحاول قدر المستطاع انه نحفظ كل فعل والرياضة المناسبة لها نسويه على شكل جدول و نحفظه نجمع الرياضات اللي بيها play مثلا football basketball tennis الى اخره والرياضات اللي نستخدم وياها الفعل go cycling running swimming الى اخره والرياضات اللي استخدم وياها ندوب اخليهن بحق الثالث karate boxing gymnastic الى اخره و احاول احفظهن اسويهن عاشق الجدول و احاول احفظهن ليش لان راح تجيني بالامتحان بصيغتين الصيغة الاولى مثل ما وضحنا حق A و B وصل الافعال بالرياضات المناسبة او مثلا يقول لي I فراغ football انا فراغ كرة القدم شن الفعل المناسب لها منطيني بين قوسيا play logo lo do فلازم اعرف ان الفوتبول استخدم وياها الفعل play مثل ما راح نجي نوضح ان شاء الله بالدرس القادم بشرح مفصل اكثر عن هذا الموضوع ننتقل الى كتاب النشاط تمرين اي look and complete the sport puzzle انظر واكمل لغز الرياضات هنانا منطيني مجموعة من المربعات وامام كل سطر فالرمز يرمز للرياضة اللي يريدها من عندي نكتبها بهذا السطر فهنانا نشوف هذا الرمز المن يرمز اللي يرياضة واحاول اكتب الرياضة المناسب اليه واكمل المربعات بالاخير تطلع الرياضة احاول اكتبها بتمرين بي فمثلا هاي الصورة هو هذا الرمز اللي يرياضة اخذنا الرياضات ونعرف انه هذا الرمز رياضة الكراتي فنكتب كراتي مثل ما وضحنا انه لازم نحفظ الرياضات ملاءة فهنانا لازم نحفظ املاء الرياضات انا ممكن اقدر اجاوب هذا التمرين الرياضة الثانية من طين رمز هي المضرب ما التنس فاكتب تنس رياضة التنس الرمز الثالث صورة الدراجة الهوائية اذا يقصد بيها رياضة الدراجة الهوائية اللي سميناها سايكلينج وكذلك رمز الرياضة البدنية اللي هي الجمناستيكس وكذلك رمز الكفوف الخاصة بالملاكمة سميناها بوكسينج والرمز الاخير اللي هي المجاذيف اللي تستخدم في عملية التجذيف رياضة التجذيف سميناها روينج هنا أنا بعد ما حلينا ذن الفراغات بالاملاء الصحيح نلاحظ انه طلاع عندي بالطول اسم رياضة بتمرين بي يطلب من عندي ان نكتب هذه الرياضة ما هي الرياضة التي كونتها بالمربعات الطولية فهنا نقراها رانينج رانينج هي رياضة الركض فاكتبها بهذا الفراغ اللي موجود بتمرين بي هذا النشاط مهم ليش لاني خليني اتدرب اكثر على املاء الرياضات مثل ما نحن لازم احفظ املاء الرياضات ننتقل الى تمرين سي ري رايد ذا سبورت قعد كتابة الرياضات بالاملاء الصحية هذا التمرين تمرين املاء جدا مهم بالامتحان التحريري مثل ما وضحنا ان الرياضات لازم نحفظها املاء من الممكن نجيب ليها بهاي صيغة على شكل حروف مباثرة ويطلب من عندي اكتبها بالاملاء الصحية فمثلا نمبر وان اولا شون الرياضة اللي يقدر اطلعها من خلال ذن الحروف المباثرة رياضة الفوتبول كرة القدم نمبر ثانيا شن هي الرياضة اللي يقدر اطلعها من هذه الحروف المباثرة رياضة الباسكتبول كرة السلة نمبر ثلاثا شن هي الرياضة اللي يقدر اطلعها من هذه الحروف المباثرة رياضة السباحة سويمينج رياضة السويمينج السباحة نمبر فور رياضة الرايضة 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 الرايض ويطلب من عندي الملاء الصحيح للكلمات ننتقل الى تمرين دي listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية write the missing sports واكتب الرياضات الناقصة هنا انا مقطع صوتي عبارة عن اغنية نشودة نشيد من خلال هذا المقطع الصوتي انحل فراغات الموجودة بهذه النصوص لذلك نستمع للمقطع الصوتي نستمع للاغنية ونحاول قدر المستطاع نكتب مع المقطع الصوتي الرياضات المفقودة بهذه الفراغات هل نسمع المقطع الصوتي track 40 activity book unit 3 lesson 1 listen and say the rhyme write the missing sports المترجم للقناة 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 المترجم للقناة